دين يعني عندي عبادات ومعاملات دين العبادات الفرائض الصلاة والكلام للحبام رب نصح الله تعالى النواهي المعاملات الحاجة اللي بني وما بينك الحلال الحرام اللي مخوت عدم أكل بباك السرق أو هكذا ده دين طب الخلق مني هيقولي ده هدعينه دعوة خلق يعنيه ويجعله من اسم يا نصيب doo look ماهي جعله فيها الله يجعل الناس ل Aloisha للحقوق ماند بقى ويجعله موائل دولة أمرة فاذعله باسم يا نصيب له امين ومعمن معاك الأمين الفكرة في الاختراف اني دانوكه عملاته العبادات يعني على خلقه في جوارته لسانه كلامه اشترافه فتحمل الكتاب الله هذا قاعد الله مبارك ازدي مفرصه قد كده هم الفترس ده مش عارف بيعمل فيه الأثر ده فيه الأثر ده يا سعد يا شباب بيبقى ده فتنة للناس لو واحد دينه ما زين خلقه يعني بيصلي ومش عارف بيعمل ايه وكل عمل شايتنا كما كوي صوت عربنا القرآن اهو ولا هيدال ده على الدوارح كاذب اكل المال للحقوق فاصل شهدته شهدته فيه المعاملات فيه اثر الصلاة فيه اثر القرآن اوه على كل مثال سيء للدين اقول دين وخلقه الدين باين على المعاملات خلقه يقول انت مين انا محمدين انا على دين رسول الله ادى ليه المعاملات من تردرنا دين وخلقه وكذبه شوه دمج للنساء قبل الرجال فاصفر بايه تأثر بذات الدين تربت يا دا يعني انت مرمغت قال اكيدك بالطراب وصفت كل حد يبقى انا مواصفاتي اخدت كل مواصفات ساعد مقول الله وده التواقق يبقى متقربين في الفيحة ساعد مقول الله ارقت حضر سمعه وطعمه والذي ترضى يا رب لا اعلم انتظرنا عن زمان ايام زمان بقى لكن دلوقتي بقى انتظرنا هاهننا بالسطرونج وحنا اقوه الماء دين وقصص الجميلة وقال الله قال الرسول لا ليه ما كان الامور الورمان قال الله وراسول وامل يقول الله الخير بقى ان انا فيه معش طالبا ربنا قايد دي حدور افعل فيها بازك والامور دي اعمل فيها بازك او لعنف تكوينك او لعنف ايه خير وصالح ديك عمرها ما هكون ضدك أبداً عمر حكم من أحكام ربنا ولا رأي شرع ولا دين ولا كنفة للنبع السلام وحديث يغوى الدوك المهالي أبداً يعنز الدوك قاعدة حتى رفن على رفن كده برنسيس عايزة إذن تمامكم كئم وفقاً أقول تستمجي عزباً لا تسمعوش كلام النسويات 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 أحباب رأيي تستغف الله ورسوله لا ما هو برضو قال لا أنه ليس له فكرة أستغفل له وما يقول توافق ويبقى فيه نوع من التقارب الفكري بيني وما بينه والتقارب الإيماني بينه الله مرجعيتنا قال الله قال رسول الله قال الصحابة أقول عنها مشينا كده اقسم بالله ما هنلاقي مشاكل ولا هنلاقي بيوت فيها زعيد ليه؟ هو دول رأي وانا دول رأي الرأي ده اللي هم رجعيه من الكتاب السنة انا هو نسمع الكريات ليه اصلا احبها الظنج بس انا عايزة رجل ربضلة اصلا انا عارفة من الطعبة طب افريدي قال رأي من امور الدنيا غوى عايز اسمع من البنات لو الزوج جه قال رأي من الدنيا غوى عليش احنا حولنا شوية على مضوع الحب بس خلينا لان ده اساسي ما تصدق بلاقي الحنين نتكلم معكم بالتلام عشان لو مدت والايابة قامت قابل حسيخ الدجال ما يجي بيقولوا خليكوا هلا انتظروا المعلومين لو الرأي غلط من امور الدنيا الله يفعله اقول طح ده غلط كذا واليجابيات بيبعته ست واليجابيات بيبعته عشرونه واحدة بس ماشي الكلام ولأ وانا عايزة عن الكلام عايزة اسمع رأي من البنات لو الزوج قال رأي من امور الدنيا النبع صاحب قال انتم اعلم بأموركم ياكم ولا انا صح ومسمعش وصمم مع الرأي الباب اسمع الكلام اللي عن البنات اه مدلومة اه مدلومة امور الدنياوي يعني امره حلال وتنقه حلال يعني الدنيا كلها حلال بعيدة عن خلقهم يعني عايزة اه بس ايجابيات او الوضوط بتاعه خاطئ وانت عارفة كده كده من كده ونصح فيه ونسمعش الكلام هتعملي ايه الله عليك الله عليك اسمك ايه شاهد الله مكفر لكم شاهد قولوا امين تلها الشابة بغير حساب ساقفة كديرة لشاهد يا جماعة هي قالت ايه يتحمل نتيجة اختيار انه بيحصل دلوقت تلعب في عقول البنات لها ابو انا كرسي في البيت وما انت جايب من قرر وما انت فاكري مخي جسمة ما بفهمش اللي انت بتوقف هي كلامها صح يعني هي رأيي اللي فعلا من طوله صح لكن ايه اللي بيبس بقى يا عم قيس في الموضوع ده عشان تبقى كامن لانت دولت الليتان كل حاجة دولت صح؟ لا دولت اسمعني دولت ديله جمالك لا ده انت افضل ده رأييها صح هو مين اللي هيجي وحاسنك على قرارات البيت في الرداية انت ولا هو اوه اوه من اللي حيجي يسأل لو خطأ ومتحملوا نشيروا سواء مديونيات او معاملات او اقطاء هو رشان ده انت اتحمل نتيجة قرار لا تشيل شنة مش شلتك لا تعيشيش دور مش دورك لا تقعدش تقولي أفتر جلت غصحتي ومسمعش الكلام وكل عبارة وكذا يتحمل نتيجة قرارك بس ممتين مع عبديا بقى يعني عالبك كمقريص بقى لقى 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 لقى